اشتركوا في القناة لك العديد من الأمور سنتعرف عليها أنا وإياكم هنا في هذا الفيديو هذا ما سنتعرف عليه فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تسوي اشتركوا في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشروا في هذا القناة مستقبلا أولاً بيب بوغوردولا أشرك رياض محرز كلاعباً أساسي في هذه المباراة أمام نادي باريس الجرمان واللي رياض محرز عنده أرقام كبيرة جداً أمام هذا الفريق الباريسي بطبيعة الحال بيب بوغوردولا صرح عن التشكيلة التي دخل بها اليوم عزي الكرام خاصة أن بيب بوغوردولا استعمال تغييرين فقط في هذه التشكيلة من أجل إقحامهم أمام نادي باريس الجرمان استبدال كل من رياض محرز وأيضاً حتى رحيم ستيرلينج في هذا اللقاء أمام نادي باريس الجرمان فصرح قائلاً حسب تصريحات الصحفي والسؤال التي ترحوا عليه الصحفي قبل المباراة قائلاً ما هو سبب إشارك رياض محرز ورحيم ستيرلينج يعني أعطينا سبب اعتمادك على هذين اللاعبين في هذا اللقاء بيب بوغوردولا صرح قائلاً إنها بسبب خصائصهم المحددة التي نعتمد ونعتقد أننا بحاجة إليها في مثل هذه المباراة لا أعتقد أن اللاعبين يشعرون بالتعب يعني بيب بوغوردولا كان يحتاج رياض محرز وذلك بشكل رسمي في هذا اللقاء هذه إشادة أولاً من بيب بوغوردولا على نجمين الدول لجزائر رياض محرز على أنه من أحد الركائز المهمة في نادي مونشستر سيتي فقال بلي أنه سبب استخدام رياض محرز في هذا اللقاء إنه بسبب خصائصه المحددة التي نعتقد بأننا بحاجة إليها اليوم وفي مثل هذه المباراة لا أعتقد أن اللاعبين يشعرون بالتعب يعني مباراة كبيرة اللاعبين ما يشعرون بالتعب في هذه المباراة يعني ما كانش بيين عليه بلي أنه تعبن في هذا اللقاء لا بالعكس بل أصبح يعني يدافع ويساهم مع فريقه في خط الدفاع بشكل كبير جداً وكان متحرر وكانت عنده حرية كبيرة فوق أرضية الميدان في هذا اللقاء بينما أيضاً صرح بيب بوغوردولا لدينا بالتأكيد فكرة في هذه المباراة وسنرى ماذا سيحدث طبعاً كانت هذه الصريحات بيب بوغوردولا عزيزي الكرام مدنب نادي مونشستر سيتي يعني قبل المباراة بدقائق ولكن بعد انطلاق هذه المباراة عزيزي الكرام تفاجأنا بهدف من أدريسا غاية عزيزي الكرام في الدقيقة يعني الثامنة من عمري المباراة مما نوعاً ما يعني صدمت نادي مونشستر سيتي في استقباله لأول أهداف باريسان جرمان بشكل يعني سريع جداً وفي وقت باكر ولكن نادي مونشستر سيتي عزيزي الكرام من ناحية الضغط كان أفضل ومن ناحية الهجوم كان أفضل بكثير ورياض محرز كان الأفضل في هجوم نادي مونشستر سيتي في هذا النقاء الشي اللي عجبني في نادي مونشستر سيتي في هذا النقاء هو أنه بعد استقباله الهدف الباكر لم يتراجع مستوه بل بالعكس كان يضغط بشكل كبير جداً رغم أنه كانت كاينة بعض اللقطات القوية وبعد هجمات القوية من نادي باريسان جرمان ولكن الانهاء كان سيء جداً لنادي باريسان جرمان في بعض الحالات أما بالنسبة لنادي مونشستر سيتي رأينا تضييع للعديد من الفرص من أبرزها تضييع فرصة برناردو سيلفا صراحة أزائي الكرام أنا اتفاجأت عندما ضيع برناردو سيلفا تلك الفرصة أمام المرمى وضربت أزائي الكرام في العارضة وارتدت وستحود عليها فريق نادي باريسان جرمان من بعدها أنا لم أصدق عيني كيف ضاعت تلك اللقطة للأسف الشديد كان نادي مونشستر سيتي كان قادر يعدل النتيجة في ذلك الوقت بالضبط ولكن للأسف الشديد هذا ما حدث وبطبيعة الحال نادي مونشستر سيتي يعني كيف استقبل الهدف الأول استقبله بخسارة استحواد من رحيم ستيرلينغ فلهذا باريسان جرمان أحسن يعني كما نقول البناء في خط ميدان نادي باريسان جرمان وأيضاً قدم بشكل سريع إلى منطقة جزاء الخصم وسجل بكل أن يحية على نادي مونشستر سيتي وطبعاً ذلك اللاعب إدريسا غاي هو هدفه الأول أمام باريسان جرمان في دوري أبطال أوروبا في مشواره الكوراوت وطبعاً نشارك معكم بعض المقالات من الصحف الإنجليزية على سبيل المثال 90 منت اللي اتفاجأت بلأن هذا اللاعب هو الذي افتتح التسجيل وليس اللاعب الآخرين حيث تصرح قائلاً كولمير ميسي نايمار مبابي كيفن دي برون رحيم ستيرلينغ وجاكا جريلش واحدة رياض محرز كانوا فوق أرضية ملعب يعني حديقة الأمراء ولكن إدريسا غاي هو الذي افتح التسجيل يعني قائلاً مقدرتش نكتبها يعني مقدرتش نستوعب هذه المباراة وخاصة هذا الهدف الذي سجله إدريسا غاي في ظل العديد من اللاعبين وتوجدهم فوق أرضية الميدان المهاريين والعالميين طبعاً عدنا تصريح آخر من شيف سيتي الذي صرح قائلاً وأشهد كثيراً برياض محرز قائلاً بلي أنه رياض محرز يعني يعمل بجهد كبير جداً لكي يساعد خط دفاعنا دي مونشستر سيتي ويساعد دفاعنا دي مونشستر سيتي وقائلاً توب كلاس وورك فروم هيم سوفر يعني قدم مستوى كبير ومستوى راقي قدمه رياض محرز في هذا اللقاء أما رياض محرز زائل كرام اليوم يعني كانت مباراته يعني رقم 36 بدوري أبطالي أوروبا ليصبح الجزائري الأكثر مشاركة بمسابقة الأوروبية عبر التاريخ رياض محرز متفوق على جميع اللاعبين الآخرين على أبرزهم أصولة المنتخب الوطني جزائري ربح مجر يعني رياض محرز بهذه المبارات يعني وصلها إلى مبارات 36 في مشواريه الكراوي في دوري أبطالي أوروبا فأنتمنى له كل توفيق مستقبل ومزيداً من النجاحات ننتقل الآن الزائل الكرام إلى اللقطة التي صنعت الحدثة وذلك بشكل رهيب جداً كنقولكم رهيب رهيب جداً هو انتقام نايماردا سيلفا من نجميل الجزائري رياض محرز تعرفون يعني الموسم الماضي في دوري أبطالي أوروبا لنصف نهائي بضبيعات حالي تلك المسابقة رياض محرز كان الأفضل فوق أرضية الميدان وحتى في هذا الشوط الأول أزائي الكرام رياض محرز كان الأفضل فوق أرضية الميدان ولكن كانت هناك بعض الفنيات من نايماردا سيلفا تفوق عليها يعني نايماردا سيلفا عن نجميل الجزائري رياض محرز ورد بعين الاعتبار أزائي الكرام لما فعله رياض محرز الموسم الماضي بنايماردا سيلفا الموسم الماضي رياض محرز أوقف نايمار فوق أرضية الميدان سواء في ملعبهم يعني ملعب الاتحاد أو حتى ملعب حدقة الأمراء ولكن اليوم يعني حسب الصحف وماذا صرحت لأنه يعني نايمار دا سيلفا انتقم من رياض محرز بهذه اللقطة الظاهرة أمامكم عندما أراد نايمار دا سيلفا يعني عمل لقطة فنية جميلة على نجمة الجزائر رياض محرز وحول إحراجه فوق رضية البيدان هذا البرازيلي عزائي الكرام معروف بالفنيات فلهذا أراد أن ينتقم من رياض محرز وطبعا عدنا أحد المعلقين يعني الذين صرحوا قائلين بل أن رياض محرز اليوم يعني كان سيء أمام نايمار ونيمار عزائي الكرام كان أفضل من رياض محرز في هذه المرة وفي هذه المباراة من ناحية الفنية يتكلم بينما أيضا هناك العديد من الصحف في مختلف البلدان العالمية عزائي الكرام تكلمت عن هذه اللقطة بالضبط لأنها انتشرت كالبرق على سبيل المثال عدنا ESPN الناطقة باللؤة البرازيلية صرحت قائلة تنبل أن نايمار كان يحاول أن يقوم بعمل فني مع رياض محرز هذه المرة وأيضا أشادت بابن بلدهم البرازيلي نايمار دا سيلفا بينما أيضا عدنا ESPN الناطقة الخاصة بأخبار البيرو هي أيضا أشارت إلى هذه اللقطة ونقبتها باللقطة المميزة والذهبية كما تشاهدون من نايمار دا سيلفا على رياض محرز والذي رياض محرز محرز يعاني أمام نايمار دا سيلفا وبعض المقالات الأخرى قرأت عزائي الكرام يعني عنوينهم قائلين باللي أنه رياض محرز ويعني راح أعفوا نايمار دا سيلفا انتقم من رياض محرز فما رأيكم عزائي الكرام هل رأيتم ذلك انتقام أم العكس أما بالنسبة زائل الكرام اللي تنقيت رياض محرز للشوط الأول نتكلم رياض محرز تحصل على 7.0 منذ من 10 بينما جاكي غريليت 7 منذ من 10 نتكلموا من ناحية الخط الهجومي رياض محرز كان الأفضل من ناحية لغة الأرقام على جميع اللاعبين في الخط الهجوم بينما أيضا كيفين دي بروين 7.6.7 رودريغو 7.1 برناردو سيلفا 6.4 جواو كانسيلو لابورت وروبين دياز ووالكر عندهم 6.3 كما تشاهدون ادرسون 6.3 بعد استقباله أول هدف من أدريسا جاي بينما أيضا كما قلنا رياض محرز تحصل على 7 ولكن أرقامه كانت جيدة نوعا ما قدم تسديدة خارج المرمى وتسديدة تم اعتراضها واحدة محاولة مناوغة نجحة 2 من أصل 4 لمس الكرة 44 مرة في الشغط الأول ونسبة التمرارات الصحيحة بلغت 90% نوعا ما هذه الأرقام جيدة ورياض محرز كان الأفضل في الشغط الأول كان يشكل خطورة كبيرة كلما لمس الكرة أمام نادي باريسان جرمان وتشكلت بيب بواردو لليوم أعجبتني بشكل كبير جدا لأنه كان يلعبه على الطرف الآخر ورياض محرز يكون عنده مساحة كبيرة جدا في الجناح الأيمن فعندما يمرر الطرف الآخر لرياض محرز يكون عنده متسع من الوقت من أجل تمرير تمريرة بينية لرفقائه من أجل تسجيل رياض محرز يعني سدد ومرر بالعديد من التمريرات البينية ولكن بدون جدوى لأنه لعبين في مورشستر سيتي الإنهاء كان عندهم سيء من أبرزهم رحيم سترلينغ الذي ضيع كذا من محاولة وكذا من تمريرها مفتاحية من نجمين الجزائري رياض محرز وطبعا رياض محرز في الشغط الأول صنع فرصة وتمريرها مفتاحية فنتمنى أن الشغط الثاني سيكون عكس الشغط الأول ونتمنى مزيدا من التألق والنجاح لنجمين الجزائري رياض محرز كان هذا الفيديو اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى